ومكملين بآخر محطاتنا فرح لليوم أكيد ناحية الفنية والجمالية إلى حصة كتير كبيرة وخاصة بالختام يوم لما بنحكي عن الخشب والإسمنت ومدى قصاوة تمكن هاي المواد فينا نتخيل لما بتتحول إلى مواد مليئة بالحياة والأنوثة وقطع فنية ممزوجة بالمحبة والزور رح نحكي بالتفصيل عن هاي الموهبة المميزة يلي عم نحكي عن بانة ديري الفنانة برسم اللوحات موزيك الصدف أيضا نحن نعرف من خلاله على أدواتها الخاصة ورؤيتها الخاصة يلي ممكن ما بتشبه غيرها بهذا المجال صباح الخير صباح الفيلم هلا وسهلا فيك صباح نور هلا وسهلا فيك خلينا نبلش هيك ونتعرف أكتر إمتى بلشتي وليش اخترتي بالذات هذا المجال هلا أنا مع أنه دراسي مفنون جميلة أنا أدب إنجليزي ومعهد هندسي بس بحب كتير الرسم من أنا وصغيرة هلا هي يمكن موقف صار معي إنه ما قدرت أرسم بقرب الصف الثاني ضلت مأسرة فيه إنه معقولة أنا ما قدر أرسم بعدها تغيرت الأمور لقيت مجالي كتير حلو بلشت وراء بعض شغلات جرب لاقي يطلع شي حلو جرب لاقي يطلع شي حلو وأنا بحب كتير رغم إنه هي شغلات ممكن ميتة بالنسبة للعالم بس أنا وقت ببلش بشتغل فيها بحط الألوان بحسها كأنه بلشتتعيش إيوه حسها كأنه بلشتتعيش بإيدي فحباتي كتير إنه دائما بتفوتي بشي بتطلع بشي تاني فبندهش إنه بحس كل شي غريب عجيب متل العالم عن جد سحري بانه كتير حلو هذا الحكي أنا متشوة أتعرف على التفاصيل اللي جايت لنا ياهم بالاستوديو اللي طبعا أغلب القطع البعاية ما لحنا نعرضه إنه نحن نكتب الأول عن هاي القطع يلي خبرين أول شي هاي مواضي ممكن ممزوجة بين خشب بين صوف صح خبرين أخر عن هاي القطع هلا هي حتى جواتا كتير حلوة هاي بسموها المكرمية هلا هي المكرمية على فكرة فن كتير قديم فن عربي هلا حبيت أنا أعمل البومة هلا درجة بهذه الفترة إنه شي قديم كثير بس الشي اللي يدرج بهذه الفترة وهي الألوان أنا بعشاها اللون الأزرق واللون الأخضر اللي الألوان عندها فحبت ساوية لهاء وعلى فكرة أنا ناقلة شي تاني على نفس مبدأ المكرمية بس هاي ثقافة بيسموها ثقافة الهنود الحمر هاي بيسموها دريم كاتشر هيا درجة بهذه الفترة هاي نمينة طرد الأرواح الشريرة والكوابيس على مبدأ المكرمية بس نقلنا ثقافة تانية طيب خلينا نحكي كمان عن الرسم على الخشب يعني حتى طريقة رسمك غريبة شو مانا تقليدية صح هاي الرسم هلا أنا بحط ببالي فكرة ممكن استعين كمان حتى بالإنترنت يعني الشغلات اللي بحس قلبي دقلق لك هاي مستخدمة فيها ألواني لإكرليك ولكر مشان تضل محافظة هاي حتى هذا النماط يعني كمان قلت لحالي إنه بتكون شوية غريبة هاي نشط غريبة هاي نشط غريبة وكمان ألوانها كتير حلوة هلا أنا بحب الألوان الحركة هيك بتحسي عم تضج بالحياة خلينا نحكي عن وقت اللي بتقضيه بيمكن بكل قطعة ممكن ياخد مني كوقت بحال كانت القطعة صغيرة وكبيرة هي ما لعلاء الحجم بس هي لعلاء نوعية القطعة هلا في قطع هلا أنا ما قدرت جيبها لأنه صعب هي بتجيني تواصي عن طريق الإنترنت لوحات موزيق صدف هلا هاي ممكن تاخد معي شهر القطع إذا كنت كتير 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 ضغطة حالي ممكن تضل من أول يعني شيخ 15 يوم إذا ضليت من أول النهار تقريبا لآخر اللي نهار仔 عم بيشتغل يوميا فيها طيب خلينا نحكي شوي عن كمان الجبصين يمكن هاد جبصين لأ هلا هاد إسمانوت هو له Logic هاد إسمانوت غيل مانه خفيف هلا هاد كيف بساوي بحدد الشكل اللي بيديها بالكرتون بعدين بساويه بالقماش بعدين ممشي عليه عجينة الإسمانت عجينة الإسمانت هي إسمانت وغري هلا على فكرة هاد شغله صعب. موعد تقل. أنا بحب ألمس بأصابيع إيدي. يعني حز فيهم. وهذا الشي غلاط. العزمة اللبسي كفوف. فجار واحد كتير. بس تمتعتي أكتر. مسع. يعني هي حلو. بحط ببالي شي بيطلع شي تاني بقول لحلي لي ما بعمل هيك؟ لي ما بعمل هيك؟ فبتحسي بطريع لك عم تشتغلي بهذا المجال بانا؟ حلا أنا فايتة بهي القصة صلي سنة. سنة بس. سنة. وأتبلشت أعمل صفحتي على الفيس. هوني لقيت في تجيع من الناس وحسيت العالم عم تعجب عم تقلي أنتي غراطك غريبة. يعني ما عم نلاقي مثل حتى بره مثلا بأوروبا بالبلدان حتى العربية عم يقولولي ما عم ما في هيك. أنتي النمط ما عرف كيف بتساوي. بسبعنا يعني بيفرق لما بتكون هي مجرد هواية لما بتصير مثل مشروع لازم يكون في يمكن دقة أكتر وقتها استخدام مواد. يمكن طويلة المدى تعيش أكتر مثل ما منقول. هون هي الخبرة منين أخذتها يعني سنة بهذا التمييز هي فترة يمكن نعتبر قليلة. فخبرين أكتر منين سقلتي هي الموهبة وطورتيها. هلا أنا بصراحة بحس لك الشخص اللي بدو يفوت بهي القصص أول شي لازم يكون هو جواته شي مميز عن جد. تاني شغلة بتسألي. يعني هلا أنا بتضحكي علي. هلا أنا استفدت من هي الشغلات مثلا وقت بروح عند النجار. بسأله كذا 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 بيشرح لي بحطه بعقلي. بقعد مثلا مع حدا بيحب الرسم بيشرح لي هيك شغلات بحطه بعقلي. بتطلع هذا كيف عم بيساوي. بحطة بجرب. هلا أنا ما دائما بنجح ممكن بالشغلات. أول مرة ما بنجح. داني مرة ما بنجح. ثالث مرة إلا ما تصبط معي. فبمبسط إنه الشي بس ما يكون إنه مثل أنا عم بمشي مثل الخطوات اللي هي متعارفة عليها. هلا هذا بتحسي إنه لا أنت عندك شي غريب. يعني مثل كل واحد إله بصمته إنه شي مميز. مو مثل الباقي لأنه التكرار معه حلو. أكيد. طيب حاولتي تشتركي خليني أقول بورشات اللي بيعملوها الورشات الفنية المتعددة. ولا كان إليك مشاركات فقط بالعروض يعني تعرضي بمعارض. هلا هي معم إليك هي تدرجات. هلا أول شي أنا بلشت ساويت صفحة على الإنترنت بانا ديري آرد. لقيت في تجاوبة فيها. بلشت عندي تواصي برات سوريا. فأنا مبسطت. معناها في شي حلي. لقد قبول طبعا. هلا قرفتي شجعتني قالت لي تعيش تركي بالمراكز. أنا تلحاني بالله تجربة يعني جديدة بس حبيت إني جربة ليش ماني خسراني. جربت مبسطت أكتر. لقيت العالم وقت تجي مباشر بتشوفي كيف الدهشة عن جد بتحسي بمتعب. على آخر معرض لقالي كتير مبسطت يوقفوا جنب الطاولة يتصوروا. إنه مثل كأنه ذكرى بدون ياخدوها حسيت عن جد إنه في عندي شي عم بعمله غير عن الباقي. يعني مو إنه يوقفوا شبه ويتصوروا إنه هاي حبينا تضلع يحتفظوا فيها مثل ذكرى عندهم. فكتير حسيت بمتعب هذا الشي. أكيد يعني بهنا القطعة كلياتها جد مميزة. خلينا نقول كل قطعة إلى قصة عندك وإلى ذكرى بترتبط بزمان ومكان دي أنجزتي في هاي القطعة. لقدام شو مفكرة بانا خبرينا؟ هلأ أنا ما كتير بخطيت. هي لحالة القصص بتصير. هلأ بصراحة أنا بحب دائماً اتحدى حالي. دائماً لكل إنسان في عنده خط. هلأ بيحاول يجاوز هذا الخط. إذا حسيت هي قدراني تتجاوزي معناها ممتاز. بصير عندك خط ثاني بتقدري تتجاوزي ولا لا. هلأ أنا علي يساوي. هي لحالة الحياة بتشكل لي شو ممكن بالمستقبل يصير. يعني ما بقدر أني يقلك أنا شو بالمستقبل. لأنه عن جد الحياة هي سحرية. وإن شاء الله تكون الفرص لقدام حلوة. ما بيعرف الواحد شو الله كاتو بلوط. إن شاء الله يا رب. شكراً كتير إليك بانا ولوجودك. معنا نتمنى عليك كل التوفيق. يا الله يخليك يا رب. بانا مبسطنا فيك واللي يفرحنا أكتر. هي كمية التفاقل اللي عندك اللي بتخلي أي شخص الصباح يكون فعلاً متسائل. وحتى القطع المميزة. حبيبة ألبي لك. كل التوفيق والله وأنا كتير مقصوطة. كل التوفيق إليك.